موسيقى السلام عليكم رحبا بكم في فيديو جديد دابعنا يلقيتونه في مدينة الناظر سوف نعرفكم على مطاعم السمك هنا في مدينة الناظر سوف نعرف المطاعم كارابلانكا سوف نعرف الجودة السمك وسوف نعرف كل شيء على مطاعم كارابلانكا يلا تبع معي الفيديو من الأول حتى الثالث سوف نعرف مطاعم كارابلانكا فينجا بالضبط كل شيء سوف نعرف في هذه المطاعم السوق الولاد الميمون في مدينة الناظر وهذا الشريعة هذا هو شريع تاويمة بالضبط من هذا السوق الجديد دابع سوف نعرف مع شريع تاويمة تقريبا 1 كولومتر بالضبط من المطاعم من الطاكسيات العروية تقريبا سوف نعرف من السوق الولاد الميمون تقريبا 1 كولومتر سوف نتلقى مطاعم كارابلانكا وهذا هو المطاعم كارابلانكا وهذا هو شريعة تاويمة من الذي سوف يبعلك هذا المطاعة مكتوب فيه ريستورون كارابلانكا ونعرفكم على المطاعم ونحن نمتع فيسط المطاعم كارابلانكا وهذه الفريقو وهذه الفيترينة التي توجد في الباب هنا تقريبا عنده جميع أنواع الحوت من اللي كتطلب شي حاجة كي هزولك من اللي هنا وكي هبطولك اللي تحت يطعب وهنا يا عندو تأنواع دي الفواكه البحر وهنا يا عندو ما كتشوفو بوزروق ودابا غدا نعرفوكم على المطعم وهذه هي الدخلة دي المطعم كارابلانكا المطعم ما فيه لس دلواله ولكن المطعم كبير من الداخل وفيه بزاف دي الكراسة وإلا بغيس يتقلص براء تهياركين الكراسة ودابا غدا نجربو الفريتورا دي الواحد في مطعم كارابلانكا بالنسبة للمطعم الفريتورا كتاب قرعة الماء وكتابك سرات ماروكان وكتابك واحد الصوبة دي الحوت والفريت والصوص طومات ووحد جوجم زاودات دابا غدا نعرفوكم على تقييم دي المطعم كارابلانكا ودابا غدا نبدأ بهذا الصوب بالنسبة لصوب جاتني فيها غير ماء وما فيه لحوت بزاف والماطاق ديالها لا بأس به ودابا غدا ندوزو لهذا الروز هذا هذا الروز هذا جاني يتقيل في الطياب دياله بحلي فيه الزيت بالسف وفيه غير واحد بزروجة واحدة وفيه هذا الشيء اللي كتشوفه ديال الكروبيت رغير ريوز ديال الكروبيت ما فيه لكروبيت لاوالو ودابا غدا ندوزو هذه الصلاد ماروكان ما فيه لابسلاو لاوالو غير ماطيشا وديرين شوية ديال الخيار والفريت هذه الصلاد اللي كيقدمو لكل اللولا ودابا هادي الفريتورا ديال متعام كارابلانكا وهذه الفريتورا ديال واحد بالنسبة لشنو كاين في الفريتورا ديال واحد كان هنا الكروبيت بالنسبة الكروبيت ديرينه كبير وحتى المعداق دياله زوين وبالنسبة للفريتورا شنو فيها فيها جوج حوتا ديال الصول وفيها وحدة ديال ميرنغ وفيها الكالامار وفيها بوزروق او المحرار كين الصغير وكين الكبير اللي مصوبينه بوحد شرموله صراحة الله ما تشبهاش منه بالنسبة للفريتورا باش مطيبينها كاملا مثل الحوز مصوب البلانشا الا الكالامار اللي مصوب الزيت والمحرار خلاص مصوب في الماء والكروبيت مصوب في الماء وحد مصوب بلانشا ودابا غادي نبدأ في تقييم ديال الفريتورا بالنسبة للفريتورا الحوز الصول والمين نمصوبين في البلانشا كروبيت مصوبين المحرار مطيب مزيان وداد وبالنسبة للكالامار اللي جاني مزيت بزاف الواحد من اللي يجي يحاولي ما يأكله خليه ثلث عليه باش ما غاديش يستله شهية ومن اللي كتسالي الفريتورا ديالك يجيبو لك الديسير هذا الفلان هذا ودابا غادي ندوزو الثامن ديال هاد الفريتورا والنسبة للثمن ديال الفريتورا الثمن ديالها مية وخمسة وعشين درهم للشخص واحد ووجود الأشخاص ميتين وخمسين وثلاثة تلتمية وخمسين ولا أريد أن أزيد شيء تقريباً عشرين درهم حتى الثلاثين درهم بالنسبة لهذا الشيء كامل اللي كلينا من اللي صلاة والصوب والفريتورا مية وخمسة وعشرين درهم وهنايا كنكونو سهلينا الفيديو ديرنا واي استفسار مرحبا بيكم عندي في الانستغرام YB Vlog راني كنجاوب كل شي وتسنو الشواطئ دي المدينة الناظر